السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا من كل ما تابعينا الكرام. في النهاردة معنا حلقة جيدا بدنا معكم سمح كريم. هنتابعها مع بعض وهي كالعبرة. اه في الحلقة دي عكس حلقة احنا عرضناها لكم قبل كده. والحلقة اللي في اللي قبل كده كانت بخصوص انه اه جاي عشان يصالح ابنه. فطبعا كان الابن متصلب. وقالينا الكومنتات والتعليقات بتاعتكم. لقين اغلب الناس كانت متعاطفة مع الاب. ونادر جدا اللي كان متعاطفة مع الابن. انه مهما حصل فالاب لازم يكون ليه كرامته. ولازم يكون ليه كيانه. في الحلقة دي العكس الابن هو اللي جاي يراضي ابوه. اه في الحلقة القبل كده اللي انتهت على انه الابن اه رفض يسامح والده. فهنشوف الحلقة دي رد فعلي الاب لما الابن يطلب انه يتسامح منه. عشان بعد كده نحترم ابائنا ونحاول ان احنا نراضيهم باي شكل من الاشكال. يلا بينا نتابع الحلقة هنتابعها معاكم في صمت ونركز في الحلقة دي ان شاء الله ونشوف النتيجة اللي هنطلع بيها. يلا بينا.